شاركت مملكة البحرين في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز التي بدأت أعمالها في العاصمة الأوغندية كامبالا اليوم برئاسة فخامة الرئيس يوري كاغوتا موسفيني رئيس جمهورية أوغندا ومشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز وترأس وفد مملكة البحرين في القمة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمشاركة سعادة السفير جمال فارس الرويعي المدوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك والوفد المرافق للوزير وألقى الرئيس الأوغندي في الجلسة الافتتاحية كلمة رحب فيها بالدول المشاركة في القمة واستعرض تاريخ حركة عدم الانحياز وأهدافها منذ انطلاقتها في عام 1955 مؤكدا على أهمية تركيز الدول الأعضاء على التعاون المشترك الثنائي والمتعدد الأطراف في معالجة القضايا والأزمات الإنسانية وتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التواصل والتفاعل بين الدول الأعضاء في إطار احترام سيادة كل الدول والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية واحترام حقها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها وسلامتها اشتركوا في القناة